أيضاً هناك عندنا معلم يسمونها عين الشيوخ في المنطقة الجنوبية وهذه عين الشيوخ بس مجرد لا فتح نشوفها لكن ما نعرف عنا أي شيء يعني إحنا ودنا أن أبنائنا يتعرفون على هالآثار القديمة ومسمياتها ومواقعها نريد يعني تكون هناك لوحات خاصة يكتب عليها تعريف لهذه المنطقة متى أنشئت متى صارت هذه العين متى كان يعني هي موجودة من قبل ولا متى اندثرت فتكون معلم سياحي أيضاً عندنا بعد حتى في المنامة مثلاً عين بوزيدان كانت عين مع مروفة ومشهورة أعتقد أنه نضب مايها فهذه معلم سياحي أيضاً ممكن أنه يرمم حتى لما كان فيه ماء ولكن يذكر أنه كانت عين ماء ضمن العيون الجوفية اللي كانت في البحرين يعني والبحرين مليئة بالعيون الجوفية في كل مناطق البحرين في المحرق في سترة في المنامة في منطقة جو وعسكر هناك كانت عيون كلها اندثرت يعني نريد الاهتمام بمواقعها مثل ما اهتموا الحين في شجرة الحياة والسياح يروحون يفيدون لها في مناطق ثانية بعد ممكن الاستفادة النهمة يفيدون إليها واستفادة يعني نحفظ هذه الآثار وبالإضافة إلى الاهتمام فيها كسياحة ترجمة نانسي قنقر